انت بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم بس على تنمية اقتصادية يعني انا وانت كمواطنين بنتشايفين الموضوع هي التنمية الاقتصادية هي اعمار سيناء الاخر لا احنا بنتكلم على انه سيناء جزء لا يتجزأ من الاراضي المصرية وعليه يجب انه تكون كل نواحي الاعمار والتنمية فيها زي بقية المدن والمحافظات والاقاليم المصرية وانه تبقى سيناء كاملة مكملة بكافة مؤسستها كل مؤسستها الجيش والشرطة والمؤسسات المدنية والمؤسسات الخدمية وما الى ذلك طبعا نقدر نتحدث باستفاضة ودون كلل او ملل بل بفخر وبعزة وبسعادة عن حجم التنمية اللي بتعمل في سيناء في كل قطاعتها سواء اذا كانت تنمية العمرانية سواء اذا كانت تنمية صناعية سواء اذا كانت تنمية الزراعية سواء اذا كانت التنمية في البشر من مدارس مختلفة ويمكن تجربة المدارس اليابانية اللي اصبحت منتشرة في ارجاء سيناء التنمية فيما يتعلق بالقطاع الصحي واول مستشفى اخضر بالكامل في جمهورية مصر العربية اللي موجود في جنوب سيناء على سبيل مثال شرم الشيخ او بنتكلم على التنمية على المستوى الجامعي والبحث العلمي وما الى ذلك لا دا احنا بنتكلم على شيء اكتر من عظيم واكتر من مهم يا سادة يا كرام بالقضاء على الارهاب في سيناء توازيا مع جهود الاعمار والتنمية المتوصلة بلا كلل وملل وحجم لا يقل عن ستمية وعشرة مليار تقدر تقول بملو الفم سيناء رجعت كاملة لنا النهاردة 26 فبراير 20-23 مصر اليوم في عيد دا جد مش هزار النهاردة وقائع اليوم بدأت بكلمة مهمة جدا لفخامة رأيها بكلمة مهمة لرئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض من خلالها مشروعات التنمية المنفذة واللي جاري تنفذها واللي كنت بقول لكم 610 مليار جنيه تنمية شاملة متكاملة تنمية عمرانية في سيناء أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إحداث الربط الكامل ما بين غرب قناة السويس وشرق قناة السويس سيناء من خلال مجموعة بقى من الأنفاق والكباري والوسائل المختلفة لخدمة العملية التنموية هناك وضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لديها في سيناء ست أنفاق تحت قناة السويس سبع كباري عائمة مجموعة هائلة من الطرق تتجاوز 3000 كيلو متر في سيناء بالإضافة لمحاور تكافي عملية التنمية لخمسين سنة جاية دكتور مصطفى مدبولي اتكلم على التطوير الشامل وإنشاء خمس مطارات في سيناء ده كلام بالمناسبة من اللي يوجع كل ما يريد خيرا لهذه البلد ده كلام بالمناسبة وكأنه لطمة على وجهه كل ما نشكك في أي خطوة من الخطوات اللي خادتها جمهورية مصر العربية مصر ورئيسها وحكومتها أو حكومتها من 13 وحتى هذه اللحظة طبعا ده بالإضافة بقى للمواني خمس مطارات في سيناء بالإضافة للمواني البحرية والجفة اللي تم تنفذها على أعلى مستوى وكانت تقريبا بتكلفة 44 مليار دولار خلال الفعاليات استعرض أصحاب الشركات النجحة في سيناء خد بالك أصحاب الشركات أي المستثمرين أي القطاع الخاص المشروعات اللي نفذوها أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات الصحة والزراعة والتعليم والإسكان ومعالجة المية والصرف الصحي والتشيد والبناء والطرق 8 قطاعات ووجه فخامة الرئيس السيسي بأن تكون الأولوية في تنمية سيناء لشركات السينوية أهلينا اللي موجودين هناك لأنهم اشتغلوا مع الدولة لأجل مصر في ظروف شديدة الصعوبة فخامة الرئيس شدد أن مصر هتتحرك بشكل سريع وكبير علشان أهلينا اللي في سيناء يشعروا أن الدولة بتبزل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية مع اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر واليقظة ليه؟ لتحقيق الأمن والأمان لأهالينا في سيناء وبيأكد أن التواصل ما بين الجيش ومؤسسات الدولة وأهالي وشيوخ سيناء هي ثقافة ويجب أن تستمر ترجمة نانسي قنقر